سلام عليكم اليوم درافت ولكن من اللاعبين العرب فقط اي لعب عربي بيجيني بالدرافت لازم ان يختاروا مية بالمية اللاعب العرب بكثير متقلقين هذا المسمى عن ديتون عمر مرموش هداف الدوري الالماني ومبدع بدرجة غير طبيعية ارياض محرز مقدم ابداعات كبيرة مع نادي الاهل السعودي غير عن اللاعبين المغاربة مثل اشرف حكيمي وحكيم زياش ومحمد صلاح لمقدم واحد من اهو مستوياته مع نادي ليفربول في الله خلينا ندخل على اول محاولة واذا بيوصل هذا المقطع 15000 لايك والفين مشترك جديد رح عامل فكرة درافت من اختياركم بخارقة التعليقات فاكثر تعليقات بيشعلي لايكات باذن الله رح عامل الفكرة بشرط ان المقطع هذا يوصل 15000 لايك انتم بتستطيعون يا شباب وهي بنا خلونا ندخل بسم الله الرحمن الرحيم يعيني كل خطط اروع دفاع الله 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 لازم نركز اللاعب العرب الاواية اغلبهم اجنحة ومهاجمين فعندك صلاح جناح يمين عندك برموش مهاجم عندك سام الجابر مهاجم سعيد العويران جناح فلازم نختار خطة فيها اجنحة وفيها مهاجمين والصراحة هاي الخطة اغرتني بس هاي حسيته اقوى وبمراحل فخلينا نختارها ونشوف بالبداية هل حيجيني لعب عربي ولا لا او ميجا بيجيني قريمالدو من دون صورة طيب ما بيجيني لعب عربي قريمالدو سرعوه هيك ما شاء الله البطاقة ما بعرف لي مظاهرة بس اوكي ناخد قريمالدو تعال لا حطوا لي يا جناح المفروض بديها ظهير لا يروح للمراكز الاجنحة حسبي الله طيب هون كمان ما في ولا لاعب عربي الى الان لسه ما زلنا بالبداية يا رب يجيني عمر مرموش مرموش يا مرموش مرموش يا مرموش بيجيني هيونج منسون والروبرت لبندوسكي والله صنصراحة البطاقة كتير عالمية لي فكمان ناخد هيونج منسون عطيني الوسط بسم الله بن ناصر اسمعين بن ناصر يا الله ناخد هذا من الدوري الالماني لانه ان شاء الله سيجيني مرموش مشان يشبوك معه المدافع في نايف أكراد في عندك تنبكتي عندك كذا لاعب عربي وبيجيني فندايك 93 وربي بطاقة قوية يا جماعة والليفر عم يفوز وعم يظل يبدع ببطول الدوري أبطال أوروبا والمتصدر حرفيا وبالتالي فندايك ممكن أن يطور زيادة اللي بعده يا رب يا كريم يا رب يا كريم أيوة يا ولد ولا لاعب عربي للآن بس حاسد أنه رح يطلع لنا الآن اللعيب العرب بإذن الله عطينا هذا المركز لدرافت ما شاء الله كتير قوي آه ماي جاب ما في ولا عربي بناخد هذا اللاعب اللي بعده أرجوك يا ولد أرجوكم حمد صلاح حمد صلاح والله طلعني طلعني طلبت وجهاني الله 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 والكب يا صلاح أول لاعب عربي بهاي التشكيلة ومبسطة كثير لأنه عندي فندايك بيشبك مع محمد صلاح لأنه من نفس النادي وبالتالي الآن بحول على خط الوسط وإن شاء الله يجيني إسماعيل بن ناصر أو ليس خيري لا مين هذول عوافق ما صار شي وندخل على المركز اللي بعده بسم الله للآن لاعب واحد وقابل لزيادة قالوا في بطاقات خربانة شباب ليك بريمر 89 شو هاد القدوة دي بناخد بريمر مافي مشكلة المهاجم مرموش مرموش يلا مرموش أو سامي الجابر أووThank you ولاحد عربي يا رجل وإله كيرلس تيفيس للبطاقة عالمية جدا وعندك الأنطوني جريزمان كمان ممتيز لكن مناخد تيفيس الجناح اليمين يا رب رياض محرز يا رب محرز أو زياش يلا Oh my God شوف أسمن دينبلي أهوye من يا Pyamal الموهب الأفضل حاليًا صراحة أو بايو أوكي يجي واحد يكتب لي بايو ولا شو اسمه ولا ديسكريبشن خلق بطلت النكتية شباب بطلت خلاص نحلبت يا ولد وين العرب بيك اللعبة ما نطاطيني ولا لعب عربي الظاهير يسار ما لكم حجة بن سبعيني لا يا ولد مستحيل ولا لعب عربي طيب الحارس عندك بونو عندك كمان لا يا ولد لا يا ولد لا يا ولد طيب فيكاريو عادي للآن عندي صلاح هنزله أساسي والحلو أنه بياخد تناغم كامل الظاهير الأيمن أشرف حكيمي هو الأقوى من بين العرب أوتو 84 بس ما حكوين بيجين زامبروتا آيكون يعيني 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 ويطلع آيكون بالإدرافت يا جماعة الخير ومناخد زامبروتا والله التشكيلة أصبحت ممتازة بس لازم لعبة أقوية كذلك يلا عربي يا رجلا هذا تركي يا ربي هو مشكلة عادي لسه لسه في اختيارات وممكن أن يجيني شي كمان ثيو هرنندز يا الله يا البطاقة يا أنه عالمية شوف الطاقات الأسطورية 90 ما شاء الله تبارك الله لكل شي عنده رهيب ممتاز دا الثيو ومناخد المركز دي بعده ما عندي إلا محمد صلاح لهلأ وما جاني حدا كمان أنا شوف عم تجيبوا لي من الدور السعودي ناخد هذا اللي عم ممكن يفهموا أنه بدنا لعيب عرب دور السعودي أي دور المهم لعيب عرب يا إلهي اللي بعده حلو زياش يا السلام اللي أنه بيلعب بمركز غير الجناح أرجوك بيلعب كام وردابليو بصلاح بيلعب مهاجم لأنه أحيان كان يلعب مهاجم أوكي مفروض أنه ما قدري يعني نزللوا الاتنين مع بعض وسعادة يا ولد من نزل لاعبين ومناخد المركز اللي بعده هو المركز الأخير الحارس والتشكيلة اكتملت معنا آه لو إجاني حارس عربي بس الفكرة أنه ما عندي إلا لاعبين فقط وطموحي أقوى من هيك وإنه يجيني على الأقل أربع أو خمس لاعبين فالمحاولة رهيبة بس بدنا نعطيها فرصة ثانية والبطاقات هاي شو القصة خربانة فالحمد لله بعد ما سكرت اللعبة وفتحتها البطاقات زبطت هيك يعني أفخم بتحس بسم الله عطيني تشكيلة قوية أربعة ثلاثة ثلاثة فيها أجنحة فيها مهاجم وفي خطة ثلاثة دفاع والله الثلاثين الصراحة نوعا ما عليهم الكلام بس خلينا مع الأربع مدافعين يا رب هيك من البداية من البداية آه لو أجاني من البداية على المهم همشيك ماله سيء ممتاز جدا السي دي ام بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي كريم بوسكتس بوسكتس سرعته سبعة وثلاثين هاي طبعا سرعته مو عمره يا جماعة هاي السرعة نعم اللي بعده يا ربي كريم اوكي عادي ما اجانح هديا بس لسى مانزلنا بالبداية بدي ادخل على المهاجمين شكلي والوضع ممكن يكون أفضل سي diamond class اول لعب عربي على المحاولة سي والد الهلال ممتاز ممتاز بلاش تتحمس دي يرجو انه حيutاني لعبين إن شاء الله يا رب ايوه لا لا متروفيتش ي願い بالنفس القناة توعة سالمن بس مشاكي انه مو عربي يعنيه ممكن ناخذه مشان التناغم الي الله ولكم يا مترو الجناح اليمين حمد صلاح محرز ارجوك يا الله أخيل هذا اللعب كم نجبة قدم ضعيفة واحدة لا إلهة إلا الله يمكن أنا النجوم القدم الضعيفة عندي عالة عادي مو مشكلة لأننا نستمازلنا مكملين وإن شاء الله يطلال اللعبين كمان هولند وردريك والفم حاجة والله نايس إرلنغ هولند هات أي شي عادي الجنح ليسار جاني سالم ممكن يجيني كمان أرجوك يا ولد فيني جنيور فيني جنيور ولكم يا فينيسيوس ولكم يا فينيسيوس السيد ام بسم الله أرجوك يا ربي يا ولد وين العرب طيب لك كاسيميرو يعني ستيل ما هيك كاسيميرو أسرع من بوسكت صح أنه فرق واحد يعني بالسرعة لس كاسيميرو أسرع قلب الدفاع اليمين يا رب يا رب يا رب يا رب يا فندوك ولكم ولكم يا فندوك والله بطاقة قوية إن شاء الله تكمل معنا بس هيك 3 4 5 لعبين أوكي بيجينا شنايدر حسنا شنايدر مش سيء بس بده لاعبين عرب كمان لاعبين عرب لاعبين عرب يا ولد لا إله إلا الله بيجينا بالمر 86 من اللو ولكم ومناخد المركز اللي بعده هذا مهاجم 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 وين بيساكا أمتى انتقل من منشستر يونيتد يا شباب طيب الظهير اليمين بسم الله أرجوك حكيمي أرجوك يا الله رجاء طلالي بيساكا تعال خلصنا قلب الدفاع اليسار لهلا ما فيه إلا لاعب واحد عربي بهالتشكيلة يا واو مع أول اللعبة تحارب لا لا خـورديو الثمانين الحارس طيب بينه على الال أرجوك يا إلهي لعب واحد عربي الوضع أبدا مو أحسن شي لأماني بيجينا مالكم ما شاء الله هجوم الهلال كله طلالي ناقصني نايمار بس وبتكمل معي اللي بعده يا رب يا رب يا رب يا رب أوكيت شافي سيمونز هون ممكن يطلعلي لعب ممكن والله لو سي ومسكرانه يا إلهي والله أوه يا جماعة عن جد قلب الدفاع لا يلكن مستحيل المرور 99% صعبة تمر يا إلهي حسناً؟ دعني ساكت. آخر لاعب. بسم الله. ألو. طلالنا مندي. المحاولة ما فيها سالم. بدنا محاولة كمان يا ولد. بدنا لعيبة عرب. الموضوع طلع أصعب مما توقعت. ولازم متابرة ولازم أن الواحد يحاول كذا مرة. وهالمرة بناخد خطة فيها مهاجمين وفيها جناحين. ومنقول يا رب بسم الله. بداية حلوة. ولو جاني واحد عربي. أخذ بيرباتوف ولا حروح. ما بدي روح أي شي من مراكز المهاجمين. عطينا أي مراكز عدد المهاجمين. بدي يخليوني جماعة الخير فيه مرموش. وفي كثير لاعبين بالفترة الحالية. يا حلو عوار. حسان عوار ابن الجزائر ابن الصحراء. محارب الصحراء. الكامي عوار. وأول لاعب من ثاني اختيار. جداً حمسني أني كمل ويطلع لي لعيبة زيادة. بسم الله. حسناً. لست حتى يعني. ليس أنه ما طلع لي عربي. لا. وما في ولا لاعب أصلاً. عوافع. دعنا نكمل مبسوط أنه طلع لي لعب من بداية الدراف. جينول. يا إلهي. يا إلهي جينول. ابنه والهيروس باللعب والله. أسطوري. تعالي الجينول. المهاجم يا رب مرموش. يا رب مرموش. أو سامي الجابر. أوه. مروان الشافي بيلعب دوري بلجيكي. وتحديداً بنادي بيرشوت. والله ممتاز. وبطاقة فنية الأسبوع. يا ولكم. ثاني لاعب عربية جماعة الخير. بهاي المحاولة. هي هي. هي هي يا جماعة. بإذن الله بتكمل لسا بيجينا اللعبة. كمان. يا إلهي. يا إلهي. يا إدن هزارد. وعندك ندفيد. والله ممتاز المحاولة يا ولد. يا إلهي يا إلهي. والله تشكيلة طرب. التشكيلة عالمية يا رجال. يا رب. أخ. بأخد من على دكة البدلاء. وحاسس الوضع ممتاز إلى الآن. أووووو. بو بو بو. يا التشكيلة. تشكيلة ما شاء الله. تشكيلة قوية بزيادة يا جماعة. الجناح الأيسر بقى. يلا. مين حت تعطوني. مين حتَعطوني؟ يا إله يا إله يا إلهي على الاختيارات. فوتري. فينيسيوس جينيور. كل اختيار اوام التاني هذا غير انه عندي ايدن هازرت اصلا على الدكة. اعطيني فوتري فينيسيوس اللي بطاقات اقوى وعطيني قلب الدفاع. يلا واحد عربي يلا يلا لا. ناخد الجناح اليمين. اذا بيطلع لي محمد صلاح امورنا ممتازة يا رب. اخ بس اخ بس. عثمان ديمبلي. اويلكم يا عثمان تعال. اللي بعده يلا 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 يلا. يا الله نسيوني هدولي ولا شو. غريزمن كذلك ممتاز فمناخده على التشكيله ومنضمه الحارس الان. من سيكون من سيكون من سيكون لا اله الا الله لوريس ليكسر اوتو 79. تعالي يا لوريس وعطيني الظهير الايمن. يا ربي يا كريم ارجوك. اوو واو. والله ممتاز فريم بونج ودالوت كمان ممتاز بس وين حاكيمي وين الشلة. التشكيله كثير عالمية يا جماعة بس بدي لعيبة عرب كمان. يهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يطلع��م9 عقلك شجاً هذه المحاولة والتي يعتبر جيد من ثلاث دول مختلفة وحاسس بالإمكان أن يأتينا لعيبة أكثر. يالله يا رب يا رب يا كريم يا رب يا كريم. 4-3-3 هجومية. يا السلام هاي هي يا جماعة ولا شو؟ وفي خطة 4-3-1-2 اللي هي تقريبا 4-1-2-1-2 نوعا ما. فخلينا أخذ خطة 4-3-3 بسم الله. يا رب. يبغي حمسكة ولد من البداية لايب عربي محمد صلاح في مركز الجناح. ممتازة البداية ممتازة البداية. يالله آ comply خ projets يعشماتناn هكذا. غضروني ح voyagev يجينобщеون خيارات ممتازة للأمانة ولكن ما في لعب العربي بنأخذ الإيسر آيكن. قلب الدفاع الأيسر ممس цيكون. هل حيكون عربي ولا لا؟ ما رح يكون عربي بس بيجينا هذا اللاعب 88 واللي يعتبر الصراحة ممتاز خلينا نختاره ونختار من الدكة من الدكة بحس ممكن يجي لاعب عرب يا عرب فورلان حلو صوبزلوي خيارات كلها ممتازة بس أنا عم دور على اللاعبين العرب إذا ما لاعظ على الدكة برجع للتشكيلة الأساسية أوكي أوكي هون ما في ولا لاعب عربي كذلك هل هذا اسمه لقمان يا جماعة ولا لوكمان يعني لقمان بالعربي ولا ما دخل هل هو من أصول عربية؟ لا أعرف اللي بعده اللي بعده روبيرت فورمينو بيجينا من الدوري السعودي اللي بدي لعبي من المملكة العربية السعودية تمام لأنه لنواس هيكون عرب يا عرب يا عرب يا عرب يا عرب ياعرب نمت الله يا إلهي نستاني التحدي يا جماعة يا الله يا الله يا الله التشكيل حلاوي الصراحة وأوية جدا ناقص ألعيبة عرب بس كمان هيك يعني حتى تصير ممتازة فرح أخذ الجناح اليسار اللي ممكن يجيني منه لاعب عربي يا رب يا رب يا رب لا يا ولد لا جوردن من نيو كاسل شكلكون حتراجعوني على دكة البودلاء يا شباب أرجوك أوكي ياري مينا كريستنسن ديلي بليند ما في ولا حدا عربي ناخد مينا 84 أوتو يعني جين نوعا ما اللي بعده بسم الله يا رب يا رب أوكي نايتس حلو حلو بس ما في عرب طلالي محمد صلاح وخلاص ما عدت طلعي ولا لاعب يا شباب أرجوك 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 ندنبلي وفالفردي وإلي كمية الفيدي والله فالفردي بطاقة عالمية يا جماعة الخير ما شاء الله والظاهير اليمين من سيكون موحد عربي ناخد لاتزاري جيد نوعا ما مستحيل لاعب واحد عربي طول لذرافت يا جماعة أمال يا لعب عرب مبدعين ليزا الرزو الفرنسي تعال الحارس أرجوك بونو 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 يا إلهي هذا الحارس كان جلتش فيفا 17 اللي بتذكره يا شباب يا إلهي الظاهير الأيسر يا رب بسم الله أوكي حلو حلو أشلكول آيكون اللي بعده مستحيل يا رجل مستحيل يلا 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 لاعب كمان عربي ولد مستحيل حمستوني كتير بداية لذرافت ليش؟ ليش حمستوني أعطيتوني وحمد صلاحي خلتوني يتحمس زي ما تكن تعطوني حدا باقي الثلاث اختيارات هل حيجيني ثلاث لعبة عرب من الثلاث اختيارات مختلفة؟ الاختيار الأول لا الاخير كذلك ما في لعب عربي بالنهاية المحاولة هي بطلعنا محمد صلاح فقط وعلى محاولة إجاني فيها ثلاث لعبة عرب فقط وكنت بتحمس أن يوصل إدى عشر لعب عربي بالتشكيلة فحطولي زر اللايك وكتبلي شو تحدي جاي اللي حابب سبيب الإدراف واشترك بالقناة وإن شاء الله لما بينزل أحداث كثيرة بعمل إدراف باللعبة العرب وبيقدر أني إلعب يا رجل بيكون عندي ممكن إدى عشر لعب عربي أو على الآل خمس ست لعب عرب بالتشكيلة وكلهم أقوية وبطاقات قوية فصلوا على النبي وبتقدر تابع هذا المقطع بفكرة مشاريع بالضغط عليه هون سلام عليكم موسيقى موسيقى المترجم للقناة